واردات النفط لا تسد احتياجات العراق ولابد للبلاد من خلق أجواء مناسبة ليصبح العراق بيئة خصبة للاستثمارات الأجنبية تصريح جديد لرئيس الحكومة في بلد تحتل مراكز متقدمة ضمن أكثر الدول إنتاجا وتصديرا للنفط تصريح يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن أموال العراق وأين تذهب في ظل حديث متكرر عن تفشي الفساد في مؤسسات الدولة وإهدار المال العام من قبل الطبقة السياسية الحاكمة ما يفاقم معاناة الشعب العراقي بشهادة بعض النواب كل الطبقة السياسية سمر دوران إذا أكو واحد جوعام بالشارع وإذا أكو طفل الإنام بلاي أكل وإذا أكو عراقي يموت بلاي يدوى السبب هي الطبقة السياسية المتواجدة في المنطقة الخضرية والطبقة السياسية التي تدير المحافظات جميعا نتحمل المسؤولية وعلى الرغم من تصريح العباد بشأن عدم كفاية الإنتاج العراقي من النفط فإن حكومته تتأخر عمدا عن البدء في التفاوض مع الدول المانحة من أجل الحصول على القروض المعلن عنها في مؤتمر الكويت ما يعني انقضاء المهلة المحددة للتفاوض وفقدان العراق لقروض كانت ستخصص لمشروعات إعادة الإعمار بسبب غياب رؤية حكومية شاملة إزاء التعامل مع ملف قروض مؤتمر الكويت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية كشفت مؤخرا عن عقود لمشروعات وهمية للبناء والبناء التحتية بلغت قيمتها نحو 230 مليار دولار فساد أكده لعبادي بالقول إن هناك استغلالا للمال العام وقوانين تشرع لهدر هذا المال وحماية الفاسدين حتى وصل الأمر بأحد السياسيين إلى القول أمام الصحفيين إن المسؤول الذي يسرق مبلغا أقل من 60 مليون دولار ينظر إليه على أنه نزيه ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية فإن حكومة العبادي تبدو غير معنية بتحقيق تقدم في ملف محاربة الفساد لسيما أن أكثر الفاسدين هم من أرباب السلطة في الحكومة والبرلمان ومن يملكون نفوذا يطمح لعبادي في استثماره لصالح استمراره رئيسا للوزراء لدورة ثانية ما يعني بقاء العراق رهن تحكم قلة من الفاسدين في مقدراته ومستقبل أبنائه